ومرة تانية رجعنا لكل حضراتكم بنرحب بكم في فقرة جديدة وفقرة متبايزة جدا بإذن الله ممكن نقول إن الحياة محططة مراحل عادي جدا إن احنا نقف وعادي جدا إن احنا نقع عادي جدا إن احنا نحاول ونكمل ونكتائب شوية ونزعل بس نتعافى لكن المشكلة إن فيه ناس بتقع وتاخد فترة طويلة قوي عشان تقف من جديد وفيه ناس ما عندهاش ثقافة قبول المشكلات والأزمات أو التعامل معاها عشان كده ما بيقدرش يعني الشخص يلاقي طريقة لتخطي أزماته غير لو كان عنده نظرية الرضا ويبقى بعيد جدا عن مدمني نظرية نص كباية الفاضية الحاجات السلبية فقط مهمة قوي عشان نقدر نتخطى مشاكلنا ونقدر إن احنا نكمل حياتنا يبقى عندنا نعمة الرضا الشعور بالرضا تجاه الحالات الحلوة والنعمة لربنا ادهلنا أيا كانت الأزمات اللي بنعدي بيها النهاردة في محاولة يعني المشي في طريق السلام والوصول عليه أو الوصول به بيشرفنا لأول مرة بيكون معنا ضيف عزيز جدا ومنورنا النهاردة في البرنامج وعنده بسم الله ما شاء الله جمهور كبير جدا جدا ومتابعين أنا واثقة أن كلهم النهاردة بيتابعونا أهلا بك دكتور عمر المنتصر منور الدنيا كلها استشاري الصحة النفسية والعلاقات الإنسانية والقيم العالمية والإرشاد التربوي والأسري ما شاء الله لقب طويل بس تستحقه عن جدارة وعن دراسة وعن علم وعن أمور أهلا بك أهلا بك يا دكتور عمر ودخلت برجلك بقى هنا في الستاتك وعفوش يكذبه لأول مرة وفعلا زي بقالت هبة يمكن فيه مثلا بيقول ما يقع على الشاطر ليه فيه ناس لما بتقع بتعرف تقوم وناس لأ ومعندهاش السلام النفس اللي هبة ذكرته في الأرض شوفي أنا هقول لحضرتك إحنا علشان نقول ده ممكن نبدأ من بدر شوية ونقول إنه إنه الإنسان بيشوف الحياة إزاي إنسان بيشوف الدنيا بتاعته عاملة إزاي إحنا عندنا خلاف أو جدال على طويل من زمان قوي في فكرة إن الإنسان مصير أم مخير فلو سألت هل الإنسان مصير أم مخير إحنا لغاية النهاردة ما فيش قول لفاصل في هذا الأمر فحضرتك قولي لي رؤيتك إيه عن إن الإنسان مصير أم مخير في حاجات ربنا كاتبها في اللوحة الرزق والأولاد والحاجات دي كلها ويعيش كم سنة وكده ثوابته في حاجات إحنا بنسعى ليها دايما وده اللي بنسأل عن السعي ده ونتحاسب عليه هي دي اللي بيخيرنا ربنا سبحانه وتعالى فيها ودايما أفلتها تعقلون أفلتها تتدبرون بزدنا عقل سليم بصي حضرتك هو كل شيء مكتوب في اللوحة المحفوظة أيا كان إنه فلان هيعمل شيء في المستقبل لأنه علم ربنا علم أزلي علم مش تحت الوقت أو المستقبل والماضي كله عند ربنا ماضي ولكن لازم الإنسان يعرف إنه إنه الإنسان يكون مصير ده لا يسرع على الأفعال اللي بيختارها في حياته أبدا لأنه في كتير من الناس بيقعوا في حتة أصلا أنا تجوزت فلانا أصلا أنا صقت مش عارفي أصلا أنا معلش ده نصيبي أبدا كلمة نصيب تقع على اختياراتك وتقع على القضاء والقدر والكل قضاء وقدر ولكن اختيارك لنفسك هو بنفسك وعلشان نحدد كلمة أو ننهي جدال المصير والمخير هنقول كلمة بسيطة جدا إذا سير الإنسان لا يحاسب أي شيء الإنسان مصير فيه لا يحاسب عنه أنت راح طريق معين وحصل لك حاجة في السكة بزبط أي شيء خارج عن قردتك أنت لا تحاسب عنه أما كل الأشياء اللي بيحاسب عنها الإنسان لا يمكن أن يحاسب إذا كان مصيرا في أمر لا يمكن أن يحاسب إذا كان الفعل ده جاله من بره طيب إحنا أصلا ربنا جايبنا الدنيا ليه علشان نختار الناس بتتخيل أنه الاختيار في المواقف أنا عندي حدث بختار فيه أحمر أو أخضر بختار فيه في الموقف لكن الاختيار أوسع من كده بكتير اختيار أنا بشوف الموقف إزاي اختيار أنا يعني إحنا في منطقة الرضا كل النس أو يعني إسألي أي حد بنسبة 99 من 10 هيقول لك الحمد لله هل أنت راضي؟ هيقول لك الحمد لله أنا راضي ولكن يتبع هذا بقى إما داخله أو يقول لك والله أنا عندي كذا وكذا وكذا فبالنسبة لي أنا عشان أرضي نفسي أنا هقول أنا راضي علشان ما حسش أن أنا بعمل حاجة غلط لكن الاختيار بيكون هنا فينه بيكون أولا في رؤية الابتلاء اللي جاي لك في رؤية الأزمة اللي أنت فيها أنت شايفها إزاي فبشوف أنه الاختيار هو لايف ستايل هو اسلوب حياة الاختيار من البداية اختيارك أنت تشوف الابتلاء اللي أنت فيه ده إيه هو وبعدين نظرية نص الكباية الفاضي أو النص المليان نظرية دي مبدأها إيه؟ هو فكرة تركيز نظرك على إيه في الصورة اللي قدامك الإيجابيات الإسحية وكان لما كنت بحضر محاضرات حتى يعني في جانب في ناحية أخرى الناس ما عندهم مش خلفية دينية خالص كانوا أول ما يدخل المحاضر يسأل سؤال ويحدد منه الطلاب النص ده يقعد النحية دي السلبيين والنحية دي الإيجابيين ويفرقهم ليه؟ لأنه أنت ممكن في بعض الناس تيجي توريهم اللوحة فيقولك بس الحتة اللي في الجنب دي ما تعملتش مزبوطة يعني هو ساب كل مزبوطة يدرك أنه أنا لأ أنا نظرتي لازم تتغير طب أنا أدركت أنه نظرتي لازم تتغير دوري إيه بقى؟ دوري أنه أعرف أن الاختيار مش اختيار المواقف اختيار أنا أشوف الأمور إزاي نظرتي تبقى عاملة إزاي لما يحصل قدامي حدث أنا أشوف أنه تلخص الدنيا بتلخص كلها فيه أمرين أول أمر فيه الماضي وعسى أن تكرهه شيئا فكل شيء يحدث دون معلميتك في حقيقته التامة لا يمكن لك أن تحكم عليه مقدر الله مشاء فعل طبعا ولكن أي شيء يحدث في الماضي أو حصل ليك في حياتك أنت بتظن أو يغلب عليه شكل أنه وحش أو سيء لا يمكن لك أن تحكم إلا إذا كانت المعطيات كلها في المستقبل عندك ولا يمكن أن المعطيات بتاعت المستقبل تكون عندك ولكن إذا أنت عارف لغاية للحظة أنت فيها شايف المظهر الخارجي أنه شيء سلبي احتفظ ربنا بأنه المستقبل يكون عنده هو بس أنك تقول يا رب أنا ظني في الأمر ده أنه هو سيء لكن لعله خير أخونا يمكن موافق حكي طبعا يعني مش أنا بشبهكم يعني أنه أنا وفق أو موافقش بس يمكن الفكرة متجاوب عليها بشكل جميل جدا في صورة الكهف أنت ما تعرفش الغيب وفي نفس الوقت إن لو عندك الصبر يبقى أنت كده يعني ماشي في الطريق الصحيح ما بين الرضا وما بين أن أنت بتسسعى وبتحاول وأنك بتختار وأنك مصاير في أشياء تانية أنا بس عايزة نوه لمشاهديننا أن إحنا أو إحنا بالفعل لايب على صفحتنا لكل اللي عنده أسئلة يعني حب يواجهها الدكتور عورة منتصر هنرجع بس عشان قضيت مصاير ومخاير في قضية جديرة جدا وما زالت تقتل بحسا بس هي برضو محلولة في حتة والنفس وما سواها ألهمها فجورها وتقوها أنت مخاير أنك تحارب أهواء نفسك طبعا ولكنك غير مصاير في إلا هيحصل لك ورضاك جزء من الحرب بتاعك على أهواء نفسك طيب صح؟ أمامنا المدخل دا لو أمننا بأن في حاجات مهما مسعينة فيها بتاعت ربنا هنهدى شوية ولكن لو سبت نفسي بقى لنفسي وأهواءها يبقى خلاص طيب أنا عايزة أرجع شوية في الأول كده هل حركم من الناس اللي طول عمرك كنت كده؟ عندك هذه الإيجابية والقدرة أنك تقع وتقوم تقف ولا حصل حاجة مثلا خليتك تتجه للبحث والدراسة وأنك تطور من نفسك وتصبح النهاردة دكتور عمر منتصر هذا النموذج اللي الناس كلها بيحب تسمعه وتاخد رأيه بص يا حضرتك هو أنا أتمنى لأن أنا لغاية النهاردة خيبة يعني لغاية النهاردة برضو يعني لا أظن أن أنا في الموقف هحسن التصارب أنا قصدي كان فيه خطة جمزة هلذتك ولكن لا أقول لحضرتك على حاجة أنا سبب أصلا دخولي في المجال دا كانت حدثة عربية أيه وأنا أقول وراها إنه يعني حادثة وهو دا اللي علمني أنه يعني إيه وعسى أن تكره شيء أنا كنت في والدي مهندس ويتمنى كان أن أطلع مهندس وأنا كمان كان نفسي أطلع مهندس فكان في البيت أنا مهندس باش مهندس باش مهندس بزرط ولكن أنا كنت بذاكر في السنوية عامة عندنا كانت تانية أو تالتة في تالتة سنوية يعني في يوم القايم راجع البيت اتخبط تعربية خبطتني وكانت حادثة قوية جدا قبل الامتحانات وده ده من الدروس اللي أنا يعني حتى بقولها للناس يا جماعة أنا حدث زي ده يعني ما فيهوش احتمالية إنه يبقى حلو يعني يومية في المية وحش ليني تأخرت في الدراسة وجبت مجموع قليل جدا ومعرفتش أروح ولا المحاضرات ولا زاكر ولا أعمل أي حاجة كنت في السرير يمكن رجالي الاتنين وقديا مكسورين فالحدث ده خلاني معرفتش أدخل هندسة وساعتها ادقت يعني مش هقول أنا ساعتها لا أنا ساعت ادقت جدا وقالوا لي لا خلاص خش يعني المجال الآخر ومجال الآخر ده مش بتاحي خالص أنا مهندس فبعدما كبرت وتخرجت لقيت إنه لما رجعت الحدث مين قال إنه كان وحش بالعكس ده أنا لما بصيت على نفسي في الاتجاه الآخر لأ ده أنا هنا أفضل الحمد لله كتير فرجعت أقول طب هو أنا لو ما كانش الرجل ده خبطني بالعربية كنت هاوصل هنا إزاي يعني تبصي بقى على الخريطة ده احنا ندور علينا شكوره عشان تقول بس تبصي تفتحي الخريطة بعدما عرفتي المستقبل اللي كان مستنيكي تقول لأ أنا حكمي على الأمر كان وازم وأما السفينة وأما الجدار وأما الغلام وعشان كده القصة دي أنا بشوف إن القصص في القرآن فيها معجزة إنها مستحدث بتستحدث كل زمن بتجدد نفسها وبتنطبق على اليومين اللي إحنا فيهم دول فأنت تسمع القصة ممكن واحد يسمع القصة وقوله والله فيها حكمة لكن واحد يطبقها على نفسه طب أنا النهاردة ربنا بيوصل لي قصة زي قصة سيدنا الخضر إليه عايزني أفهم إيه طب ما أنا عندي مدير أزيني في شغلي طب ما أنا عندي عدم وفاق بيني وبين زوجتي طب ما أنا عندي ابني ده مسمعش الكلام وأنا عملة أنت ما تعرفش حاجة حتى الأفعال يعني إحنا في الثلاث أفعال اللي عملهم سيدنا الخضر مع سيدنا موسى كان أقصاهم قتل لا يمكن فيه إنه يحتمل إنه فعل حسن بالزبط في الظاهر هو سيء ولكن دي عقلية البشر اللي ربنا كان سيدنا موسى بيمثل البشرية حتى وإن كان كليم بالله وحتى وإن كان نبي من عند ربنا لكن ربنا بيعرف البشر إنه أحسن واحد فيكو مش هيقدر يعرف المستقبل خطوة ولكن الأمان يجي له منين؟ من إنه يقول يا رب خلاص أنا علمي قد كده على حد علمي هقول يا رب إنت عارف طالما أنت عارف يا رب أنا ماشي المهمة أنا اختياري أعمل اللي علي بالزبط أعمل اللي علي طب ده كلام حلو قوي حتى سيدنا موسى مصبرش على حقيقي حقيقي فإن هذا اللي بتسمعك أو بيسمعك وخارج من المشكلة وقزمة كبيرة شايفها كبيرة حقيقي يعمل إيه واحد اتنين عشان يوصل للسكينة دي والرضى ده بص يا حضرك أقولك على حاجة أولا أنا بشوف إنه فيه حاجة مهمة جدا هو إنه إنك تعرف أو تكون حاطة الدنيا في حجمها إحنا عندنا مشكلة إنه الحياة بتسحبنا لتحت دايما الحياة اللي إحنا عايشين فيها دي حتى وإن طال عمرك وبقى يعني هيبقى كمتين سنة فهي أحبة قد كده ده مش مشوارك وده مش الهدف ده مش النتيجة ده كوبري إنت بالزبط إنت بتعدي هنا في مرحلة في مراحل تانية هتكون أفضل وأحسن البني قدم طول ما هو عارف إن دي الهدف ودي المكان فبيستقر وبيحس إنه هو ده اللي هيجرى لي فيه هي دي الأزمة وعشان كده الدعاء بيقول اللهم اللي تجعل الدنيا أكبر أهمنا يعني 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 الهم بتعمل بقاش الدنيا بس أنا عندي دنيا وعندي بعد ما هموت ويوم ما هقابل ربنا وبعد كده أشوف هروح فين وبعد كده المنتهى بقى اللي هو هكمل فيه فرقم واحد إن ما تكونش الدنيا هي الهدف ما تكونش آه إحنا بنسعى وبنحاول نحسن من حياتنا وبنحاول نعمل ولكن الدنيا فيه منطقة أنا عارف إن أنا كده كده هتخطها وهروح أنتقل والانتقال ده مش شيء وحش خالص يعني اللي يتخيل إن موضوع الموت ده بالنسبة للبشر ده ممكن يبقى القبر نعيم يا فندم ده بالعكس ده اللي ربنا ينعم عليه وياخده بقبول بس إن ربنا يقبله يا سلام يا بخته نهار ده بقى بتحسد إذن حب الدنيا وقراهية الموت هو اللي جعل الوهن بقى إن هو حب التمسك بالدنيا أنا عايز وعايز وعايز وعندي بيت عايز الأحسب منه وعندي بيت عايز بالساحل يا مونة دايماً كل غيب مخيف كل حاجة أنت ما تعرفهاش بتخوفك تفع عندك رعب منها سواء حتى موضوع الموت أو حتى حاجة أنت مش ورايح ومش عارف هيقابلك يخوفك طبيعة بشرية طيب النهار ده الناس اللي يعني بتوعاني من إنها نظرتها سلبية وقعت وقعة زي حدثة العربية ما تجاوزتش لغاية مثل إنها بالنسبة لها كبير اتجاوزت وما خلفتش رزقه قليل وتيجي تقول لهم 24 إيرات يقول لك لا يعني أنت عاوز تفاهمني إن اللي معهوش فلوس ومش متجاوز وعمده مرض واخدها 24 إيرات واخدهم إزاي بتترد أو بتتكلم معاه بتنصحه بإيه بصي حضرتك أنا بشوف هنقول حاجة زي 24 إيرات بس أسهل إحنا هنقول إنه في ورقة امتحان جاية لكل بني آدم إحنا عاديين في اللجنة وعندك ورقة امتحان مش معنى غير ورقته أسهل صح كده؟ من وجهة نظرك أسهل مش هبة أنا بقول لك لا لا من وجهة نظر اللي بيقول هي أسهل ولكن هي الفرق بين اللجنة اللي عندنا في المدارس أو في الجماعات واللجنة بتاعة الحياة هو إنه الورقة بتاعتك غير ورقة اللي جنبك فأنت مقدر لي كذا سؤال لكن في بعض الأسئلة هكلي هي صعبة ولازم عند كل واحد سؤال صعب أو أكتر من سؤال يجي الواحد في منطقة زواجه يجي الواحد في منطقة زواجه وفلوسه يجي الواحد في منطقة زواجه وفلوسه وأولاده يجي الواحد في منطقة بر أبوه وأمه تقيل قوي على قلبه ولكن في بعض الأسئلة فتيجي تبص من بره تلاقي واحد ده الحمد لله عنده أولده وعنده فلوس أنت بالنسبة لك ولكن أنا بقى لإني بدأت أشوف ما شفتك ورقة امتحانه وهو عملت زي بدأت أشوف لقيت أنه على عكس ما يظن الناس السعادة أو الرضا ليس له علاقة أبدا بالعطايا اللي ربنا مديها للإنسان العطايا اللي ربنا مديها ليس له علاقة لإيه الكافر والمؤمن أنا بيجي لي جميع المستويات وجميع الفئات فأشوف أنه الرضا وعدم الرضا ليس له أي علاقة بالمعطايا اللي ربنا ادهاله أو بالعطايا اللي في الدنيا هم اللي بعلاقته بإيه ليها علاقة بإقابلية الإنسان للوضع اللي هو فيه لأنه ربنا لما يعطيكي هذا ابتلاء وهذا سؤال طوال ولكن يظن بعض الناس أنه لما يكون الابتلاء في المنع فالابتلاء شديد قوي لكن هو ما يعرفش أن الابتلاء في العطاء أسوأ لأنه أنت لما تبقى مع معكش فلوس يمكن في الآخر هتعمليه تقول يا رب لكن اللي معه فلوس عنده فرص أكتر أنه ينسى ربنا عنده فرص أكتر أنه يستغنى ويحس أن الفلوس دي بتاعتي وأنا اللي جايبها ويتجبر ويعلى على المس فإذا كنت أنت في الأساس تقبل أنت السؤال بتاعك إيه وكده كده ده السؤال جالك أبولك أو رفضك ليه مش هيغيره ولكن أبولك هيخليك في وضعك اللي أنت فيه حاسس أنه أنا تمام وبعدين فيه ميزة عندنا كبيرة جدا جدا اللي رضي يحس بيها هو أنه أول ما ربنا عز وجل بيشعر يحس بالرضى من الإنسان مش أنه ربنا يعطيه الرضى أنه هو نفسه عايز يرضى يعطيه ربنا مش يغير له حاله ولكن يعطيه حالة من السكينة في وضعه اللي هو فيه وتتيسر على قلبه وتتيسر عشان كده ما فيش حد يطول في البلاء إلا إذا كان هو بقى اللي مش راضي هو عطاء ومنعوه وعطاء بس بقى مش كلنا بنفهم ده أحنا شخصيا اللي بنقول الكلام ده ويمكن حضرتك أكيد بيجيلك وقت ممكن بتبقى قفلة معك 100% وهي النفس كده بص يا حضرتك إحنا النفس دي حصان أنت راجب حصان مسكة لجامه 100% هو عايز يجري ويسرح وما يعتبرش أنه في حد عليه لكن المسكة بتاعتك هو بيجري لكنها تمسكي هتحاولي تشدي مرة مش هيسمعك المرة الجاية بقوة شوية هيوقعك من فوق الحصان شوية ولكن في النهاية هو حصان يعني الحصان ده هو النفس هي النفس طب لما بلج من نفس وحجمها ده بيخلي الروح ترقى وترتاح وتوصل للسكينة وده علاقة مهمة جدا عايزة بتقصرها كان الإمام الغزالي بيشرح الموضوع ده بطريقة بسيطة قالك أنه النفس أو الإنسان هو خريب بين أمرين مختلفين تماما ربنا جاب من الطينة اللي هي أدنى ما في الأرض الطينة اللي هي صعبة ووحشة وحط فيها نفخة من روحه اللي هي أرقى ما في الدنيا السر ففي هذا الميكس الغريب قوي بقى الإنسان جزء من الطينة وهو النفس اللي بتطلب وبتعوز دايماً حاجات سهيئة وبتدخلنا وعلى فكرة طلبات النفس مش لازم حاجات غلط اكتئاب حزن زعل سراحان في أي شيء والروح اللي من نفخة ربنا اللي بتخلي الإنسان أرقى ومخلوق في الكون كله طيب كل ما البني آدم تمسك بالنحية اللي هي التحتانية نزل يعني بوصي والإنسان فيه بالضبط مؤشر يا إما النفس بتسوقه فينزل لتحت نزل لتحت كل الأحاسيس السلبية اللي ممكن تقزي البني آدم ساب نفسه إنه يحس بيها وعشان كده ناس كتير قوي في حياتها تبقى بتسعى لإنه يجيب فلوس وهدفه جداً إنه يجيب فلوس ظانن إنه هو لما يجيب فلوس هو هيبقى حاسس بالسعادة طب خد فلوس بزبط لأ وفي الآخر في أسرته تقوله أو مراته وأولاده وإحنا ما كناش عايزين فلوس لابن عايزينا كمتاً ما هو بقولك إن جاء الفلوس وبعدين حصل إيه وبعدين وبعدين يا تخالق وكتير أقعد معهم وقوله طب إنت لو الفلوس جاء يقول لي ما لكش دعوة أنا هزعل وإنا في فرنسا هتها أنت بس أنا هروح أنا مش عاربة أنا هتعشف مش عاربة هزعل وإنا في العربية المش عاربة قوله ماشي تفضل وكتير بقى بشوفهم بيحصل لهم كده فهي يقول لي تروح كل حاجة لأنه هو أنت ما تعرفش أنت ما تعرفش خطوة قدام هيحصل فيه فعقلك إيه؟ تمن إيه؟ يعني مش بس الفكرة هيحصل في الأحداث اللي حواليك إيه؟ جوه عقلك فاختياراتك هي اللي بتحكم أنت النفس دي عايزة تسرح في كل حاجة تسرح وعلى فكرة كمان الحزن أو الإحساس بعدم الرضا مش هقول من الشيطان هو الشيطان ييجي يدي الفكرة طب انت راضي ليه؟ طب ما اللي جنبك هو أحسن منك طب ما هو ورقة أسئلته أقل من اللي عندك أحسن بس ما بقاش ناقب على قدر لكن هو مالوش سيطرة على البني آدم يعني احنا أحيانا بنظلم الشيطان إلى أنه هو هو بيجي يقولك الكلمة ويمشي بستعز بالله بيطير بينصرف بكلمة في القرآن ولكن تظل بعضيها نفسك شغلة عليك طيب فانت لا مش عايزة أطحق بتكامل حيو موضوع النفس مهم يكمل لنا بزبط فالجزء الأكبر من يعني أنا بشوف أنه أعتى عدو للإنسان مش للناس اللي بتحاربك ومش الناس اللي عملا تقول لأ أو تعمل فيك وتسوي لأ أكبر عدو هو نفسك فإن كنت ستعتصد أنك تنتصر عليها أي عدو لك هو بالنسبة لك يا بختك أعتقد الإمام الشفاعي ليه مقولة في الحتة دي بقى يعني الأعداء الأربعة بتوعه نفسك هو أول عدو هو النفس هو نفسي والهوى والدنيا بالزبط يعني فعلا قد أفلح من زكها وقد خب من دسها طبعا اشتغل بقى على تسكية النفس إزاي في أي مشكلة تجيلنا برضو هي بتبقى كبيرة إحنا بس بننسى من إحنا لينا رب كبير طبعا مش مشكلة كبيرة يعني طيب عايزين حد دايما يرجعنا فكرنا ونفكر نفسنا يمكن يعني عندي سؤالين في سؤال كومبو دلوقتي أولا اللي بيجي لك أكتر من الناس اللي بتحس إن هما عندهم صعوبة إن هما لما يقعوا 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 يقفوا تبقى في الزكور أكتر ولا في الناس لا هي ملاش علاقة ليها علاقة بالشخصية وليها علاقة بإنه إزاي كان بيتفاعل مع الأمور أنت ممكن أخين يبقوا عندهم نفس الأحداث نفس البيئة ونفس التربية حتى ولكن نفس الحدث اللي يحصل في الأسرة يأثر على ده بالسلب ويأثر على ده بالإيجاب صحيح ليه مش متربين من أب و أم و واحدة علمهم لما يجي مشكلة يواجهها إزاي ويقف فيها إزاي ولا إحنا ملاش دورك عشان كل واحد كيهم ليه نفس مختلفة فعلا هو بص عبدك وإحنا عندنا التربية دورنا فيها أن نحسن ونعمل اللي علينا ولكن ونفس وما سواها فالإلهامها فالإلهام إحنا بيكونوا طفلين الأم عايزة طفلين يذكروا فتقول للإتنين أنت فاشل وانت فاشل واحد يأخذ الفاشل وأنا فاشل والتاني يقول لا ده أنا هزبط لها أن أنا ناجح فهي برضو إحنا بنحاول نقوم خلي بالك إحنا مش بنربي إحنا بنقوم اللي بنلاقيه فتلاقي الإبن هو عايز مثلا حاجة فتقول لا ده بلاش وده صح إنما هو جايلك بإيه يعني أنا حتى زمان زمان كنت متخيل أن الطفل جاي وراء قويضة وإحنا بنشابط اكتشفت أنه لا لا إحنا جاي لنا شخصية فعلا من أول يوم شخصية طب بس هو كلنا ولدنا على الفترة طبعا ولكن الفترة إيه ما هو حضرتك جاي لك شخصية من سن يوم لسن تلت سنين اتحددت 90% من شخصيته في حاجات في الجينات كمان زائد الجينات زائد أمور كتيرة جدا ولكن في شخصية المسمى بتاعته أنت كمان بتلاحظي أن طفل في سن شهر عصبي بتلاحظيها من سن شهر فبالتالي إحنا الطفل بيجي لنا إحنا بنقوم اللي بنشوفه التربية طبعا بتفرق وبتأثر ولكن دورك فيها أنك تعمل اللي عليك لكن أنت وعشان كده ناس كتيرة جدا يتعب قوي وابني ومشي ابني يقوله أنت أصلا ما لكش سيطرة خلاص ابنك كبر ليه اختياراته وليه طريقه وليه مصيره فأنت لليك أنت تدي تتحاول حاولت عملت اللي عليك في التربية ماكش تعمل ورأيك بس وسيبوا بعد كده طيب إحنا النهاردة بيتفرج علينا ناس كتيرة جدا صح أنا وحضرتك ومونة ومنهم ناس عندهم أزمة نفسية جبيرة مشاكل مش قادرين يتخطوها حالة اكتئاب قاعدين نفسهم يعني يمشوا من الدنيا النهاردة قبل بكرة حتقولهم إيه يعني لو بيسمعوك النهاردة وربنا يجعل في إيدك كده يعني ميزان إن هم تاخد يوم سواب إزاي ممكن تقنعهم أو تنصحهم بخطوات بسيطة يبدأوا يقوموا يخرجوا من الحالة اللي هم فيها أنا أقولك على حاجة أنا في الدراسة النفسية كنت دايما بشوف أنه توجهات علماء النفس لأنه خليك إيجابي وخليك سليم إحنا عندنا ميزة كبيرة جدا هو أنك لما دنيا تسود خالص أنت عندك باب الباب دا دايما مفتوح طول ما أنت فيك نفس الباب دا مفتوح تقدر تروح له في أي وقت تقدر تطمئن في أي وقت تقدر تشعر بوجوده في أي وقت وهو باب ربنا لقيت إن الدنيا قفلة معاك روح عند باب ربنا واقعد دايما هتلاقي الحال لأنه مهما الدنيا تقفلت وكل حياتنا كنا بنشوف المشاكل والمصائب والابتلاءات الكبيرة جدا اللي ربنا خد بإيد بني آدم يعبر من الأزمة اللي هو فيها اللي كان شايفها سودة ومقفلة إلى إنه يعبر بيها ويبقى الدنيا كويسة معاه ويقول إيه اللي أنا كنت فيه دا ويعدت حك على نفسه وعشان كده يعني بلاك كتير جدا بيصلوا في مرحلة من اليأس بيصلوا في سن معين كتير ييأسوا يحس إنه هو معقولة أنا دي آخر الغاية هنا والتراب فيشعر إلا إنه الحياة دقت عليه إنه هو معقولة دي اللي أنا هكسبه هنا هو المكسب واللي هخسره هو الخسارة وأخري في التراب إنت بقى عندك لأ إنت عارف إنه هنا أسلام حبة صغيرة إنت ورقة أسئلة والجرس هيرينه قريب جدا يعني ما تفتكش من موضوع مطول وبعديها مش حاجة وحشة لأ ده إنت بعديها بس يرضى ربنا عليك كل اللي إنت عايزه لسه يتحقق قدهم ما تفتكرش إنه هو ده فبداية أول حاجة بالنسبالي إنك تتعلق بربنا إنك تبدأ تذكر ربنا أكتر إنك تبدأ ناس كتيرة بتصلي لكنين بيحس بالصلاة ده اللي بيشعر بالصلاة والعارفين بالله بيقولك إنه الصلاة مخرج كبير جدا من أي أزمة إنك بس تقول الله أكبر يا رب أنا عندي مشكلة الله أكبر أنا عندي أزمة أنا ما عنديش أنا الحياة اللي أنا فيها دي مش عارفة أنا عندي مشاكل مادية عندي مشاكل في أسري الله أكبر خلاص أنا برا كل ده أنا خمس مرات في اليوم بقول يا رب أنا خارج حياتي أنا قلعت حياتي وسبتها وأنا معاك حمص مرات بتقول إياك هنعبد وإياك نستعين وإياك نستعين طبعا بنستعين بربنا فإذا البني آدم أنا بقول لحضراتك معظمنا بيقول لما تيجي تسأله طب أنت راضي أو مش راضي يقولك الحمد لله يعني كل معظمنا وصعب قوي تلاقي حد بيقولك أنا مش راضي صعب جدا لكن تعال بص على اللي راضي فعلا هل أنت ربنا مستني منك الكلمة ولا مستني إحساسك بيها وهل أنت لو دحكت علي أو قلتلي أنا مبسوط أو أنا راضي أو الحمد لله هل ربنا مش هيعرف سريرتك هيعرف نيتك هيعرف داخلك فيه إيه فرائب نفسك أنت فعلا راضي يا رب أنا لو خيرت تمام الرضا ولا لا أيوة الرضا مش كلنا أنا من جواك أنا بقول إحنا بنقول ليه لأننا عندنا ضمير صاحي إحنا مش عايزين نقول كلمة أنا مش راضي ولكن هل أنت جواك أنت حاسس بأنك أنت الوضع اللي أنت فيه أفضل وضع طيب تعال إحنا كنا بنعمل طريقة نفسية لطيفة جدا فإنه نجيب ورقة يكتب فيها كل المشاكل اللي مقزماله حياته وموصلة للكتاب ورقة تانية يكتب فيه النعم اللي عنده الورقة دي النحية دي وورقة دي النحية دي أقوله أنا هاخد ورقة ابتلاءاتك أقطعها كلها ومن اللحظة دي مش هتكون عندك يقول ليه بجد إزاي أقوله بس ماكش دعب وهاتلي الورقة اللي فيها النعم نشيل منها نعمة واحدة أو اتنين من اللي في الأول يقول لك لأ أنا عايز اللي اتنين خليهم لي لأنه أمامك صفحة الابتلاءات والمشاكل دي كلها مش قادر أنه يشيل نعمة من نعمة اللي ربنا منديها له أو لو حتى حطتي نعمة واحدة أمام كل الابتلاءات يقول لأ خليها لي صحيح لأنه مش شايف لأنه أنا بقولك النفس بتسوق البني آدم يبص على الصفحة الوحشة بس فييجي يبص طب ما أنت المشاكل اللي عندك طب ما أنت صحتك أنت قادر تقوم تجيب كبات ماي تعالى أوريك وتعالى أنقلك كده تبص على اللي بيطلب أنه حد يجيب لك وبات ماش قادر يخدم نفسه صحيح تقولي يا رب ده أنا لأ أنا فيه ايه ايه المشكلة يعني مهما كنت أنا في مشاكله لا الحمد لله أنا كده خير والحمد لله المصيبة مش أكبر من ذلك بزرعة أنا عندي أولاد الحمد لله يا رب آه فيهم واحد ما بيسمعش كلامي لكن إن شاء الله رب أنا يصلح حاله وعشانك تلاقي نفس الابتلاء اللي عنده واحد ومن الدنيا متضمرة معاه عنده واحد جنبه وحادي خالص صعيبة على الله ونعلم بزرعة درجة أنتلاقي ناس من اللي ربنا اختارهم للإعاقة أو اللي هم مش عارفين يقوموا بحياتهم بطريقة مظبوطة وتلاقي الدنيا معاه تيجي تقوله ديني شوية من الرضا اللي عندك بيكسفونا من نفسنا والله بزرعة ليه لأنه أنت ما تعرفش لما ربنا اداله هذا الابتلاء أعطاه لما رضي لما هو عمل الفعل والله وساعت من غير ما تاخدها يعني قد لا يفتح الباب وأنت تتركه وباب ربك يفتح حتى دون ترقي طبعا فعلا يعني أنت بس ساعت تفكر مع نفسك كده من غير ما تعمل أي حاجة وهو يا رب أنا هون عليك بتعرفش إلي بيحسن ولكن برضو فعل الإنسان يعني برضو فعل الإنسان أنا بشوف أنه لو إحنا قعدنا نفكر في الكلام اللي ربنا جايبه في كتابه وفي القصص اللي ربنا جايبها في كتابه هتعلمنا كتير قوي هل تتخيلي لما تيجي تبصي على قصة ستينة هاجر وهوزي إليك بجزع النخلة الله ستينة مريم ستينة مريم لما تكون قعدة لسه والدة وبتهز هي ستينة هاجر هاجر ولكن إزاي تهز واحدة لسه والدة تهز جزع نخلة من تحت وحينا عارفين أنه النخلة من تحت قد كده وصعب جدا أنه بني قدم يهز هل هزت النخلة هي اللي هتنزلها البلح لا طيب لما سيدنا موسى ربنا يقول له اضرب عصاك البحر هل ضربة العصا هي اللي هتفلق البحر نصينة طيب أمان ليه طيب إحنا جايلنا الرسالة دي ليه لأنه وإذا كان لهزت النخلة هتنزل ولا ضربة هو أنت لازم تبدأ أنت حتى معجزة ربنا علشان يديها لك لازم يشوف الفعل منك أنت تبدأ وأنت فبيعلمك أنه معجزاته اللي حصلت للأنبية وحصلت لأعظم الناس اللي يوم على الأرض بدأت بفعل وخلقك بنا قدم كان ممكن تطلع عصفورة أو كان خلقك شجرة أو خلقك بنا قدم ليه عشان تعمل الجزء وتبدأ أنت فلييجي يقول لك لأ لما ربنا يرزقني طيب قال نبي أنا عايزة أبطل السجارة إن شاء الله دعيلي لا أنت مهما حصل لو أنت مش عايز تبطل إن شاء تبطل صحيح يعني لازم الفعل أولا يبدأ من عندك يعني إذا كان مثلا يقول لك ساعات أنت عايز مع شخصيات سامة مثلا وهتاخد قرار الطلاق الجواز نصيب والطلاق قرار في حاجات نصيب وإنت بتاخد فيها قرار هو هنقول كله نصيب هنقول كله نصيب ولكن هو في القرار بذلك أنت بتختار أنت بتختار إمتى بتتجوز وتختار تطلق وإختيارك وتحاسب على الجزء اللي يخصك يعني يوم ما تقف قدام ربنا مش تقول يا رب والله أنا كان نصيب يتجوز دي وإلي يكمل ومن جزع ولا كده وصابر حلوة قوي واختيار برد وكل واحد بقى وليه سكتهم بس حط ربنا معك في كل حاجة دي بس كرامل بيقول أنا مش عاوز أكمل وعاوز أتطلق بس هستخير هدعي ربنا وأنا ماشي في الخطوات هيوقف هالي هيكمل هالي هيصلح الحال هيقفل الموضوع يعني بص حقيقة دكتور إحنا سعدة جيدة إن كنت معانا وجمهورك كله وجمهورنا في برنامجنا يعني كانوا منتظرين اللقاء ده وإن شاء الله هنكرره قريب إن شاء الله بإذننا هتنورنا قريب بإذننا إن شاء الله يشرفني أي وقت كم تطاه آه وعد على الهوى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتاني منكامل في الملفات مهمة جدا لدكتور عمر إن شاء الله دكتور عمر منتصر استشاري الصحة النفسية ودراسات وعلوم أخرى كثيرة يعني أسعدنا إن هو كان معانا النهاردة ولكن وقت الحلو بيجري بسرعة وبس إن شاء الله تنورنا قريب إن شاء الله آه فاصل سريع مسبقت الطبخ من بقايوة هو ده مسبقت الطبخ معايا هبتحب إيه في الأكل أفطر أكل بتحببها عادي أي حاجة عادي تجاه كله نايا بعد الفاصل مسبقتنا النهاردة وأول مرة معانا في برنامجنا حتشوفوا تحدي الطبخ لضيفاتنا الجاميلات الطبيباط دكتورة نوران ودكتورة هيدي ومالك المطدق شايف محمود سعد خليكم معانا بعد الفاصل اوعوا تخطوا نيابتنا عن دولة رئيس الوزراء أنا وزميلي معالي وزير التجارة والصناعة افتتحنا المعرض المعرض بيركز على البلاستيك وعالمطاط يمكن الشك اللي مهمة قوي في قضية الاستدامة والقضية البيئية ان احنا الموضوع بتاع البلاستيك هو موضوع من الموضوعات اللي بتحظى باهتمام عالمي احنا لدينا استراتيجية وطنية للحد من الاكياس البلاستيكية اللي بنحاول نشوفه النهاردة مع القطاع الخاص والمصنعين واحد ازاي نقدر نساعدهم في ان هما يتحولوا لعمليات الاستدامة يعني اللي بيطلع منتج بلاستيك ازاي يعيد تدميره مرة اخرى اللي بيصنع كيس بلاستيك ازاي يقدر يصنع كيس قابل للتحلل او يعمل عمليات تكنولوجية مختلفة بحيث يبقى كيس صديق للبيئة تلاتة ان احنا بنحاول من خلال البوس بتاع وزارة البيئة مع الجانب الياباني ومع برنامج الامم المتحدة للصناعة ان احنا نقدم دعم فني من تكنولوجيات مختلفة جاية من اليابان المصنعين المصريين عشان يكونوا قاد اكثر قدرة على ان هما يدمجوا الاستدامة في شغلهم وبالتالي يبقى فيه اكثر قدرة على انهم يصدروا المنتج بتاعه بلاستيك والمطاط حاليا بناسخة التسعة عشر اكبر معرض ومؤتمر حاليا بشرط الاوسط مش بس على مصاعد مصر اكتر من خمسمائة شركة موجودة من خمسين بلد اشنحة دولية من اهم الدول المصنعة والمنجلة المكانات والخام مصر اكبر سوق عربي اكبر سوق افريقيا حاليا بالخام واكتر فيه موجود اكتر من خمسة عشر الف شركة يلي تستعمل هالمنتجات وحاليا مصر عم تقدر تصدر منتج جدا قوي للخليج لأوروبا وحاليا الديماند او الاقبال على المنتج المصري جدا عم بزيد وكمان هيدا عم بيساعد معرض ومؤتمر بلاستيكس للمطاط على كبر سنة بعد سنة حاليا الاستدامة والتدوير والريسايكلين من اهم من اهم الامور يلي الصناعة المحلية او البلاستيكس عم بيهتموا فيها البيئة جدا جدا مهم السيركل الايكونومي او التدوير كمان من اهم الموادية الحالية الموجودة وعم تفتح مجالات اكبر للاستثمار حاليا المعرض بالنسبالنا طول عمرنا بناخد المكان من هنا بناخد ما هو جديد اللي بيحصل في سوق البلاستيك بشكل عام او في الخمات او في التصنيع لان احنا مهتمين بالجزئيتين احنا مش مجرد تجارة بس يا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر